اهلا بيكم واحدة من ارقى واهم حلقتنا على الاطلاق مع واحد من قمم عالم جراحات العيون لكن خلينا اقول لكم انه الموضوع النهاردة شديد الاهمية شديد الانتشار جفاف العين جفاف العين ناهيك على ارتباط الوثيق بالممارسات الغلط اللي احنا بنعملها في حياتنا احنا بنتكلم على الموضوع شديد الانتشار لانه حياتنا كلها بقت كلها مسببات لجفاف العين كلنا بنقعد قدام الموبايلات او الايباد او الكمبيوتر لسعنواات طويلة مش هقولك لسعات عمرنا كلهم قضيينوا مع الموبايل والحاجات دي وده من الاسباب جفاف العين الجيل الجديد بالذات معرفش عنده كتير منهم بلاحظوا انه ما بشربش مياه بشكل كافي كمان الاضافة لكده انه اهمال او سوء استخدام العدسات اللسقة العدسات اللسقة واحد من اهم الاسباب الخاصة وشيء متراضف لجفاف العين التعامل مع العدسات اللسقة هذا الكائن المخيف العدسات اللسقة دايما اقول عليها كائن مخيف اللي لم يخيفك الان فهو سيخيفك بالتأكيد في وقت من الاوقات وساعات بيبقى المسألة مش خوف عادي لا ده مخيف خوف مزعج للغاية بمشكلة كبيرة يعني النضارات الشمس الغلط وواء الاخري كل دي من العامل المهمة بل ان فيها بحاس جديدة بتربط جفاف العين مثلا سلبا تأسرها على الصحة الجسدية والعقلية يعني فيه دراسة قالت ان المرضى اللي بيعانوا من اعراض جفاف العين ممكن جدا يكون حياتهم اقل جودة من غيرهم في الناحية الجسدية وبالتالي كمان الاكتئاب وهو الاخري بيكون مساتر عليهم الحاجة الغريبة جدا انه الحياة المرتبطة بالرؤية بتتأثر بشكل كبير جدا طبعا الصداع النصفي فيه دراسة كمان غريبة وجميلة جدا ربطت الصداع النصفي بيه جفاف العين الله ده الموضوع مهم جدا الموضوع اكبر مما تتخيلون من ناحية الاهمية لكن تبقى العدسات اللصقة زي ماقوله نجمس شاشة في احداث جفاف العين مش بس في احداث جفاف العين عدسات اللصقة يا جماعة قمبلة موقوتة هو هو وحش انت مربي معاك هيعودك امتى او يكلك ممكن الوحش الوحش لانه هو مش هيسكت في يوم الايام هيعملك مشكلة ضخمة لانه غاية امتى وازاي وفين ده اللي هنفهمه ناردة بالتفصيل مع ضيف العزيز الحقيقة اسم بنفتخر في وجوده معانا في الدكتور وفي الناس الحلوة بلا شك قدم الكثير جدا من الثقافة الطبية وطور فهم الناس لعالم صعب جدا عالم امراض العيون بنفتخر باداؤه العلمي الفزي جدا في البحث العلمي والتقدمية الجبارة اللي بنشوفها يوميا في مشاركاته العلمية الحزيسة سواء في المتمرات داخل مصر وخارج مصر اسم علمي عالمي كبير طبعا في عالم العيون هو ميكستار الانتيرو تشيمبر بلا شك واحد من اهم نجوم عالم جراحات العيون اللي ضيف العزيز الأساسي الدكتور أحمد عصف تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك اي حق انه عنده حوال لكنه ما عندهش حوال هل الليزر السطحي اوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات لاني ينسبها الليزي كليز في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزيك وفي حالات ينسبها الليزر السطحي حشان انا مكتوب لي هيجي لي ما يبيضي في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة تلزك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية ضيف العزيزة القملة على المياه المتميزة الأستاذ دكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحات العيون الأستاذ بكلية طب جامعة عن شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية وعضو جمعية الأمريكية للطب وجراحة العيون والجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو جمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار صاحب 23 بحث منشور دوليا و35 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي لجمعية الأوروبية والأمريكية على مدار السنوات الماضية أهلا بك الدكتور أهلا وسهلا ونورني سعيد جدا بهذه الزيارة وجودك وسعيد باختيارك لماذا اخترت جفاف العيون ما هو جفاف العيون ولماذا اخترت هذا الموضوع جفاف العيون مشكلة كبيرة جدا وأعتقد أنها مش واحدة حقها خالص تقريبا في أبحاث دلوقتي ظهرت وإحصائيات بتقول أن الجفاف العيون على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 40 مليون شخص بيعاني من جفاف العيون اللي هو بيرصدوه في العيادات في ناس عندهم جفاف العيون ماشيين في الشارع مش عارفين أنهم عندهم هذا النوع من أنواع المرض العصر يعني خلينا نقول ويقدر في مستوى العالم أنه يكون أكتر من 200 ل300 مليون بني آدم عنده نسبة متوسطة إلى شديدة من جفاف العيون أنا رأي أنا الشخصي يعني على خبرتي بنشوفه في العيادة لا جفاف العيون أنا تقريبا بشوفه حوالي 90% أو 70% من 70% لتسعين في المائة من المترددين على العيادة وأعتقد الزملاء هيشاركوني في نفس النسبة دي تقريبا 70% لتسعين في المائة من المصريين هنا هوت بيعانوا من جفاف العيون فطبعا ده حاجة منتشرة جدا مش واخد حقها وكمان زي ما حكولت في المقدمة هي بتؤثر على اللايف ستايل أو الأسلوب المعيشي بتاع الشخص فيه برضو بحث لطيف جدا قال أن المرضى اللي عندهم جفاف العيون عندهم الأسلوب المعيشي بتاعهم لا يختلف كثيرا عن مرضى الكلة اللي هما بيغسله يعني تخيل حضرتك المريض الكلة اللي بيروح يغسل مرتين أو تلاتة في الأسبوع أكيد اسلوب حياته مش لطيف قوي زي الشخص الطبيعي بالمقارنة جفاف العيون مريض اللي عنده جفاف العيون أداءه في العمل بيتأثر حياته اليومية بتتأثر نفسيته العامة بتتأثر الأسلوب المعيشي عامة بيتأثر إلى حد كبير شبه مرضى الكلة إيه هو جفاف العيون؟ جفاف العيون كان زمان يقال أنه هو نقص في طبقة الدموع على سطح العيون وقاله أنه نستخدم عطلات مرتبة عشان نعوض هذا النقص وخلاص التعريف الجديد لجفاف العيون هو لا ده هي التهابات مزمنة نتيجة اختلال في الغدد الزيتية دي الغدد موجودة في حرف الجفن بتفرز مادة زيتية في الأوقات ما هو فيها جفاف العيون بتفرز مادة مش زيتية بتبقى عاملة زي معجون الأسنين لونة أبيض كده هو زي الصديد هي مش صديد بس يبقى مادة دهنية مش مادة زيتية شفافة وما بتقديش الوظيفة بتاعتها أن هي تحافظ على طبقة الدموع وتمنعها من التبخر أو تقلل طبقة الدموع من التبخر الخلايا الدهنية دي اسمها ميبوميانجلاند أو الخلايا الدهنية الموجودة أو الزيتية الموجودة على حرف الجفن هي أكثر الخلايا اللي بتتأثر في وقت جفاف العين وهي دي المسؤولة بنسبة 70% عن حالات جفاف العين جفاف العين دلوقتي ما بقاش مجرد نقص في طبقة الدموع لا ده هو التهابات مزمنة على سطح العين والقرانية والملتحمة المفروض سطح العين يكون أملس شفاف بهذا الشكل لكن في أوراية أو أوقات اللي بيبقى فيها جفاف العين ببقى سطح العين نفسه ما بقاش أملس وشفاف بهذا الشكل بيكون في طبقة الدموع قليلة نتيجة التهابات مزمنة على سطح العين التهابات المزمنة دي بتبقى سخيفة جدا بيبقى المريض بيشتكي من حمرار وحرقان وساعات زيادة في إفراز الدموع إلى بعض العين شوف حقيقة طبقة الدهنية الموجودة على سطح العين بتؤدي كمان إلى تباين في مستوى الرؤي على مدار اليوم يعني ممكن بروي يقولك أنا أوقات ببقى شايف كويس وأوقات كتير ببقى شايف وحش مزغلل ونقوله ما عندكش حاجة ونظرك كويس وستة على ستة ومش محتاجنا الضارة ومفيش ماء بيضة ومفيش مشكلة بس فيه أوقات كتير شايف حقيقة طبقة الدهنية عاملة ازاي دي بتعمل شبورة على عين الشخص ببقى شايف كويس بسبب أن الطبقة الدهنية مش منتشرة بصورة متساوية على سطح القرانية والمريض بيشتكي من تباين أو اختلاف المستوى الرؤي على مدار اليوم دي مادة الدهنية اللي بتطلع المفروض تبقى شفافة تبقى عاملة زي الزيت لكن هنا طلع على شكل معجون أسنان لأنها أبيض تخينة سميكة ما بتقديش دورها أن هي تحافظة على طبقة الدموع على سطح العين وبالتالي داني يبقى نتيجة التهابات مزمنة في الغدد الدهنية الموجودة على الجفن والجفن كمان بيبقى فيه أوعية دموية غير طبعية موجودة وتلاقي الجفن دايما محمر باستمرار والمريض بيشتكي لعنيه حمره وجفن محمره بيحرقه مش شايف كويس وزيادة في فرز الدموع في بعض الأوقات مش دايما على طول فطبعا ما بقاش مجرد نقص في الدموع بقى مجرد مش عبارة عن التهابات مزمنة معاها نقص في الدموع معاها اختلال في وظائف الخلايا الدهنية في الجفن وكمان ألام نتيجة تدمير فعلا تدمير لسطح القرنية والملتحمة وتدمير للخلايا العصبية الطرفية الموجودة في القرنية فالمريض بيشتكي كمان من واجع في العين بيقولك أن حاس بواجه حرقان مزعج جدا سخيف جدا مش ميخليه حتى يقدي عمله بصورة مناسبة السؤال ده اجمع يعني إذن هي متلازمة هي متلازمة وده سؤال مهم جدا متلازمة ومؤزمنة يعني هتوعب معنا فترة طويلة الأسباب أسباب الحالك ذكرت في المقدمة أشهر الأسباب لجفاف العين هو تبخر الدموع منه على سطح العين تبخر الدموع بيجي نتيجة اختلال في الخلايا الدهنية نتيجة التعبات مزمنة فيه على سطح العين والجفت طب التبخر ده بيجي كمان ليه؟ بيجي مع التعرض للتكييف بيجي مع الصهر فترات طويلة بيجي مع قهده قدام الموبايل أو الكمبيوتر فترات طويلة بيجي مع التلوث بيجي مع الأدوية اللي بنستخدمها أدوية حاسسية على سبيل المثال الأنتي يستامينيكس بتعمل جفاف العين أدوية السكر وأدوية الضغط كمان بتعمل جفاف العين في حاجات من أدواش نواقف مريب من أدوية الضغط علشان أعلج جفاف العين للأسف مش هيحصل الكلام ده أن هو يبقى خطر على حياته في حاجات الليزك عمليات إصلاح الإبصار بتؤدي إلى جفاف العين وكمان العدسات اللصقة تؤدي إلى جفاف العين تقريباً لو بصينا حوالينا هنلاقي حاجات كتير كلها بالزبط عشان كده 90% 90% معناها تصرفات الشعب العالمية وزادت كمان في الفترة اللي فاتت بسبب موضوع كورونا إنه ما بقاش فيه خروج كتير فإحنا عاديين في البيت بنعمل إيه بنتفرج على مش ما بقاش فيه تلفزيون بالمناسبة ومعظمه اللي بيحب يتفرج على ديشتال سكرين سواء موبايل أو آيباد أو كمبيوتر بيختار القناة اللي هو عايز يتفرج عليها عن طريق اليوتيوب أو أي مشابه من المنصات ويتفرج على البرنامج اللي هو عاوزه وطبعاً ده بيخلي سرعة تتبخر الدموء أسرع وهو ما عندوش اكتيفتيز تانية ما فيش نشاط تاني يقدر يعمله وما بينامشي بقدري فيعطوه النهار يتفرج على الموبايل والكمبيوتر بيزاعد على انتشار جفاف العين إذا كان هذا الأمر بهذا الانتشار وهذا القلق لماذا لم يسكر من قبل؟ ليه جفاف العين أصبح هو زي بيقوله موضوع الساعة في البحث العين وكل مؤتمراتكم بتتكلموا عنه آه إنه إحنا ما كناش فاهمينه قوي كنا متوقعينه أو كنا underestimating أو يعني مستهنين بموضوع جفاف العين ما كناش فاهمين جفاف العين ولا يعني شوية الدموع نقصة شوية على سطح العين خد قطر الترتيب وخلاص لكن فهمنا إنه هو ده التهابات مزمنة على سطح العين دي رقم واحد فبقينا فاهمين أكتر جفاف العين رغم إنه هو مش مفهوم بنسبة 100% حتى هذه اللحظة الحاجة التانية إن الحياة المدنية اللي احنا عايشين فيها والحياة الحديثة اللي احنا عايشين فيها من موضوع ديشتال سكرين زي الموبايل والكمبيوتر والايباد واستخدام أو الإفراط في استخدام هذه الوسائل بيساعد على جفاف العين وانتشار عمليات إصلاح الإبصار بيساعد على جفاف العين وانتشار عادثات اللاسقة سواء الشفافة أو ملونة بيساعد على جفاف العين كمان وسائل الرفاهية زي التكييف ده بيساعد على جفاف العين واحنا كمان لايف ستايل بتاعنا أو نمط المعيشي بتاعنا تغير بينا بنصر كتير كنا زمان على سبيل المسال اعتذكر وانا طفل صغير كان التلفزيون بيقفل الساعة 12 احنا بيكوننا بينام الساعة 9 هاتلي حضرتك طفل دلوقتي في جمهورية مصر العربية بينام الساعة 9 حتى لو في الأجازة أنا كنت أخر طفل بنام في الحياة بس كنت بنام الساعة 12 ماشي ده يعني ده كده 12 ده كده يعني المعادي اه معادي كنا بقعد اتفرج على الدكتور مصرفة محمود كان آخر برنامج بيجي يوم الثلاث ويبعاديه على طول السلام الجمهوري اتمنى اتمنى ان نلاقي حد ده مساعة 12 طفلة في أطفال بينا نشوف كمان جفاف العين والله بنشوف جفاف العين في أطفال صغيرين مش في ناس كبار بس في أطفال صغيرين ليه بسبب الموبايل والايباد والكمبيوتر في عمر محدد لا مفيش مفيش بينا نشوفها يعني احنا كنا دائما بنشوف جفاف العين تلاتينات اربعينات خمسينات بينا نشوف جفاف العين في 16 سنة و18 سنة و10 سنين المريض لما بيجي ايه الوسائل التشخصية كان زمان بنعتمد على الفحص الكلينيكي لكن دلوقتي عندنا وسائل تشخصية مساعدة وتقنية عالية بحيث ان احنا نقيس طبقة الدموع كنا بنقول هي فيه الدموع شكلها ناقص لا شكلها قليل شكلها زيت شوية صغيرين دلوقتي احنا بنقيس سمك طبقة الدموع على سطح العين وبالمناسبة طبقة الدموع دي مش مجرد مية لا ده هي مية 90% ومادة بروتينية بنسميها مخاط وكمان عليها طبقة زيت من على السطح التلات طبقات دول بقينا نعرف كمان نفرق ما بينهم بالوسائل المساعدة الموجودة وسائل حديثة نقدر نحدد كمية الجفاف العين نقدر نقيس دلوقتي الجفاف العين قد ايه نقدر نيعرف المشكلة جاية منين اساسا جاية من الطبقة المخاطية ولا جاية من الطبقة الزيتية هي اشهر الاسباب ببقى نتيجة نقص في الطبقة الزيتية او اختلال في الطبقة الزيتية زي ما قلت قبل كده نتيجة اختلال في وظائف الخلايا الدهنية العينين لما بيجوا كتير منهم بياخد ما يسمى باطرات مرتبة الاطرات المرتبة دي لابد فيها من برسكريبشن طبي ولا ممكن الواحد ياخدها أوتوسين هيدي له اطرات ترتيب ممكن يستخدمها بدون حد اقصى من المرات وممكن الاطرات ما تخلص يقدر يستخدمها تاني اطرات الترتيب بنستخدمها في علاج اول مراحل من جفاف العين وهي بتنقسم الى نوعين فيه نوع فيه مواد حفظة وظهر بعد كده هوت انواع تانية ما فيهاش مواد حفظة لان بعض المرضى بيبقى عندهم حساسية من المادة الحفظة اللي مودة فيه الاطرات فممكن يستخدم اطرات فيها مادة حفظة لان يعنينا مش مستراحة عليها قوي ممكن يرجع المريض تاني يطلب من السيدالي اطرات ترتيب ما فيهاش مواد حفظة وبتيجي على صورة امبولات صغيرة بلاستيك بيفتح الامبولة يحط الاطرات وما فيهاش مواد حفظة فهو بيرمي الامبول بعد كده ويستخدم امبول تاني بعد شوية وزي ما قلت قبل كده بدون حد اقصى من المرات كل ما يحس بحرقانة او شكشكة او احساس بجسم غريب في العين اللي هي عارض جفاف العين او تفاوت في الرؤية ممكن يحط من الاطرات دي زي ما هو عايز فيه ناس بتستخدم اطرات مرتبة لكن ما بتتحسنش اه ده هي المشكلة بقى هنا هو ان الاطرات الترتيب دي اول مرحلة احنا كنا زمان فاهمين ان علاج جفاف العين هو اطرات الترتيب نقطع على السطر لا احنا فهمنا ان جفاف العين دلوقتي التهابات مزمنة على سطح العين فبقى ان نستخدم اطرات الترتيب زائد كمان اطرات تانية مضادة للالتهاب قد تشمل ساعات الكورتيزون لازم يكون تحت اشرب طبيب بنستخدم اطرات مضادة للالتهاب سواء كورتيزون او ما فيهاش كورتيزون على مدى طويل فترة طويلة مع اطرات الترتيب زائد بعد كده عندنا وسائل اخرى مساعدة لان ما بقاش الموضوع متوقف على العلاج الدوائي او الاطرات بس لا بقى عندنا وسائل مساعدة دلوقتي تساعدنا ان احنا نقلل احنا مش هنلغي جفاف العين بالنسبة 100% لكن نقلل اعراض جفاف العين ونحسن المستوى المعيشي بتعمريت جفاف العين ايه الوسائل مساعدة دلوقتي؟ حاجات كتير ممكن نستخدم حاجات زي السدادات للقناة الدمعية نحافظ على طبقة الدموع على سطح العين بنستخدم دلوقتي جلسات تنظيف للجفون بحيث ان احنا نسلك القنوات بتاعة الخلايا الدهنية الموجودة في الجفن عشان تفرز الافراز بتاعها بصورة سليمة على سطح العين وتحافظ على طبقة الدموع منتشرة لأطول فترة ممكنة على سطح العين ما عندنا كمان حاجة اسمها جلسات نبضات ضوئية بقنا نستخدمها كمان عشان نحفز الخلايا دي تبقى تحسن من الافراز بتاعها ونقتل لو كان في ميكروبات كمان ممكن نقتل دي جلسات نبضات ضوئية بتتعمل بقى تتعمل في العيادات ما بتخشش يعني مش محتاجة ان احنا نعملها في مستشفى أو حاجة زي كده هو دي عبارة عن ضوء مش ليزر الضوء بيتاخد بموجات معينة مختارة بحيث الموجات دي بتمتص عن طريق الهيموجلمين اللي في الدم وده بيسخن الجلد في لحظة معينة عشان يقتل اولها في ميكروبات وفي نفس الوقت بيحسن افراز الدموع وبيحسن كمان الخلايا صحة الخلايا نفسيها بتبقى احسن بعد هذه الجلسات وده اجراء بسيط بياخد له المدسواني بس في العيادات وبيتعمل على طول المريض بعد كده بيرجع يمارس حياته بشكل طبيعي عشان كنا في مرضى كتير او بيسألونا اقدر سوق العربية بعد الجلسات دي لا بيسألونا عربية مفيش قطر التوسيع ولا حاجة خالص احنا بنحط جل بس لفترة معينة قبل الجلسات وبنشير الجل بعد كده وبيمارس حياته بشكل طبيعي خالص ويرجع يسوق تاني احنا ممكن نعمل الجلسات دي تلات مرات اربع مرات ده البروتوكول المعتمد دوليا ممكن تتعاد على حسب رابط المريض زي ما احنا عايزين هل ممكن نعمل جمع بابين اكتر من وسيلة للعلاج؟ اه طبعا طبعا فيه بروتوكول دلوقتي ممكن احنا نستخدم بروتوكول لعلاج جفاف العين فيه ناس عندهم درجة عنيفة جدا من جفاف العين ما ينفعش معاها للأطرة لوحديها ولا وسيلة واحدة من الوسائل المساعدة بسعب نستخدم كل الوسائل علشان نحسن درجة الجفاف عند المريض ممكن نستخدم الجلسات تنظيف الجفون زي ما ذكرت قبل كده هوت ممكن نستخدم معها جلسات النبضات الدوائية وممكن كمان ناخد جلسات او اللي هي السددات القناة دمعية دي جلسات تنظيف الجفون برضو ده اجراء بسيط بتعمل في العيادة الهدف منه باختصار شديد ان الخلايا الدهنية الموجودة في حرف الجف ما بتفرش الافراص بتاعها بسبب ان هي مسدودة بخلايا ميتة فاحنا بننظف زي قشور بالزبط بننظفها دي حاجة احنا صعبة ان احنا ننظفها في بيتنا حتى لو استخدمت الشامبو بي بي جونسون حتى لو استخدمت قط نوعات تمزح جفونك بالشامبو مش هتعرف تنظف الخلايا دي احنا بنستخدمها فرشة مخصوصة عشان ننظف فتحات الخلايا دي فبالتالي مجرد من نظف فتحات الخلايا دي الافراص يرجع بصورة طبيعية تاني يحافظ على طبقة الدموع اطول فترة ممكنة دي سدادات الخلايا الدمعية برضو ناس كتير بتتخاف يقولك انا هركب سدادة شكلها عامل ازاي ما بتبانش خالص ودي هنا هوت الجلسات النبضات الدوائية ممكن نستخدم الثلاث حاجات دول بالمناسبة في مريض واحد يعني المريض ما يستعجبش ان هو درجة الجفافة عنده ممكن تختلف من شخص للتاني فسعب نستخدم وسيلة واحدة سعب نستخدم وسيلتين سعب نستخدم تلاتة بالاضافة الى العلاج الدوائي في صورة الاطارات هل في عوامل تانية مساعدة للعالك ولا احنا قلنا كده كل العوامل تقريبا قلنا معظم الحاجات لكن ابعد عن الحاجات اللي بيعملها ده بسؤال مهم جدا ان احنا دايما بقول المريض ان جفاف العين في جزء علي وفي جزء عليك فيه هومورك فيه واجب المريض لازم يعمله احنا قلنا اسباب جفاف العين اكتر حاجة هو سرعة تبخر الدموع من على سطح العين اللي هي مع الكمبيوتر مع الصهر مع عائلة النوم مع التكييف فبالتالي فيه جزء على المريض ان هو يعمله يحسن بقى شوية من اداءه شوية معنى ان هو مش لازم يوضع الكمبيوتر خمس ست سبع ساعات متواصل لو شغله يوحتم عليه ان هو يوضع الكمبيوتر ثمان ساعات او عشر ساعات زي ما بنشوف في الزملاء في البنوك او ما شابه ممكن كل ساعة يقوم من مكانه ويعمل اي حاجة ويرجع تاني يستخدم قطرات المرطبة سواء حس بشك وفعنيه او من غير ما يحس بحاجة مجرد ما يحط القطرة 3-4 مرات في اليوم هو الى حد ما بيحافظ على طبقة الدموع السليمة على سطح العين يقلب من الصهر مفيش داعي بعد ما يخلص شغله يقعد يمسك الموبايل عشان يلعب شوية على الفيسبوك او الواتس ايب لا مفيش داعي ان ريح انينا ممكن يمسك كتاب اهوى من ما يمسك الموبايل او الكمبيوتر ينام بدري يهتم بالنظافة الشخصية في نظافة الوشف والجفون ده مهم جدا يشرب مياه كتير بالنسبة لعدسات اللصقة هزا البعضة يعني طب انت عامل معها زي احنا اتكرمنا كتير في الموضوع ده وقلنا ارجوكو يا جماعة على عدسات اللصقة مش بديل للنظارة عدسات اللصقة دي اعتبروها زي الميكوب يعني انت خارج في مناسبة في فرح في عيد ميلاد eday لبس العدسات اللصقة عايز تنزل للشارع تروح الشغل لبس العدسات اللصقة لكن مش لازم اعتمد على العدسات اللصقة بنسبة 100% واركن النظارة اوارميها خالص لا هي النظارة هي الاساس والعدسة اللصقة دي مساعد او مكمل للنظارة مش بديل للنظارة مش بديل للنظارة طب يعني الحاجات الاساسية في التعامل مع العدسات اللصقة مهم جدا ان هي تتقلع تتقلع كل يوم لو المريض بيستخدمها كل يوم انا ما فضلش كده التعقيم يحافظ على نقاء ونظافة العدسة وينظف العدسة من البروتينات أو ترسبات الموجودة على العدسة ولازم المريض لما يحس بأي شكوى في عينه مع العسلات الأسقى ما فيش دعين هو يعني يعاند ويكمل اليوم بالعسلات الأسقى يقلع العسلات الأسقى ويلبس النظرة ويكمل اليوم بتاعه بالنظرة ويتوجه لآرب دكتور عيوني يشوف يتأكد أنه ما فيش مشكلة في عينه مورت وشرفت وأبدعتك العدسة الله يخليك وأشكركم وأشكر سادة المشاهدين وأشكر برنامج طبعا أنا اللي بشكرك أن أنت لبت الدعوة اللي دايما بنفتخر بقبولك لها وأمودك معنا ألف شكر ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة الأسقى الدكتور أحمد عساف أساس طب وجراحات العيون بكلية طب جامعة عن شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو جمعية الأمريكية للطب وجراحات العيون وعضو جمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء وجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار واحد من ميجستارز عالم العيون وطبعا أكيد ميجستارز عالم الأنتيرو تشيمبر كان فيه الدكتور خليكم دايما مخانة مع الدكتور